معلومات جديدة تكشف عن العراق السويدي الذي أحرق نسخة القرآن الكريم سلوان موميكا متطرف عنصري ينفذ وعيده بتدنيس القرآن الكريم وتمزيقه والكارثة أنه أقدم على مسح القرآن الكريم بحذائه قبل أن يحرقه معلومات تكشف لأول مرة عن هذا الرجل لبرالي ملحد ومتطرف من أصل عراقي له حزب قام بتأسيسه باسم الاتحاد السريان الديمقراطي وعمل قائدا لفصيل المسلح في العراق باسم سقور السريان يهدف لتحرير نينوى من تنظيم بعد ارتكابه العديد من الجرائم والانتهاكات اعتقلته السلطات العراقية عام 2017 فكيف أطلق صراحه بعد تدخل دولي أطلق صراح موميكا ولجأ للسويد ليبدأ من هناك نشاطه المتطرف ضد الإسلام والمسلمين فالتحق بأحد الأحزاب العنصرية في السويد وكما يقال من سلم من العقاب أساء الأدب يتوعد موميكا بحرق نسخ القرآن الكريم مجددا خلال الأيام القادمة ويبدو أن الهدف ليس فقط الإساءة للإسلام بل أيضا رغبة من موميكا لزيادة شهرته على ضلاله هنا نأتي للسؤال متى سنتخد موقفا حازما بمقاطعة المنتجات السويدية حتى تتوقف السويد عن السماح بحرق مصحفنا الكريم اشتركوا في القناة